بالمناسبة بقى النهاردة النادي الاهلي حيواصل استعداداته طبعا لمباراة الداخلية المقررة لها غدا ان شاء الله في الجولة المؤجلة من الأسبوع الى عشرين في بطولة الدوري مبارح خاط النادي الاهلي ميرانو بمشاركة اللاعبين اللي كانوا شاركوا بشكل أساسي في لقاء سانداونز وطبعا كانت التدريبات بالنسبة لهم استشفائية بينما خاط باقي اللاعبين تدريبات متنوعة وكمان من ضمنهم حراس المرمى علي لطفي مصطفى شبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف قدوا تدريبات قوية مع ميشيل يانكن مدرب الحراس المرمى وكمان شارك لعيبي منتخب الشباب عفوا مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ورقفة خليل في التدريبات الجماعية بعد انتهاء مهمتهم مع منتخب الشباب اللي كان بيشارك في بطولة أمم أفريقيا للشباب اللي بتستضيفها مصر شارك الثلاثي في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة فريق الداخلية ان شاء الله غدا مش عايدين نطلع نصدر تاني اي يعني كلام سلبي لكن بالتوفيق للجاي كنتوا تستحقوا احسن من كده كنا نستحقك جامهير مصرية احسن من كده بكتير يعني خلينا احسن نوفر الكلام للفقرة الحوارية لكن هرجع اقول تاني انا من الناس اللي زعلانة جدا لان انت كان عندك فرصة كبيرة ومفروض ان انت كنت قبل كمان لما تبدأ البطولة انت كان عندك استعدادات كبيرة وعملت معسكراتك وكان مفروض كل الصعوبات يعني اتحلت على شانك وزي ما اتقال كده مفيش حجة زي ما اتقالك مش حجة خلاص انت كان ايه مشكلتك انت مفروض ككوادر لا فيه كان كتير لعيبة وفيه كتير لعيبة في انتخب الشباب على فكرة potential كبير وعلى الصعيد الاخر الجهاز الفني تختلف معاه او تتطفق معاه بس طالما هو اخذ هذا المنصب يبقى مفروض انه هو يستحق هذه المسئولية او يكون على قدر هذه المسئولية هل ده تم الرد اكيد مش احنا اللي هنقول على كل حال